سعد الوقت تمانية معدنا مع موجز الأهم الأنباء مع هيلة تفضلي هيلة شكرا منا الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العاصمة الأنجولية لواندا كأول رئيس مصري يزور أنجولا وذلك في مستهل جولة تشمل أيضا زامبيا وموزنبيق وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن جولة الرئيس السيسي في منطقة الجنوب الأفريقي تأتي في إطار حرص مصر على تكثيف التواصل والتنصيق مع أشقائها الأفارقة ومواصلة تعزيز علاقتها مع دول القارة في مختلف المجالات ومن المنتظر أن يعقد الرئيس السيسي خلال الجولة الأفريقية سلسلة من المباحثات الثنائية مع زعماء الدول الأفريقية الشقيقة بهدف بحث آليات تعزيز أوجه التعاون الثنائي مع مصر وكيفية التعامل مع مشاغل القارة الأفريقية كما سيشارك الرئيس السيسي خلال زيارته إلى العاصمة الزنبية لوساكا في أعمال القمة الثانية والعشرين السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي كوماسا والتي ستشهد تسليم رئاسة الدورية للتجامع من مصر إلى زنبيا شدد رئيس مجلس السيادلتي الانتقالية السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان على ضرورة التزام قوات الدعم السريع بالخروج من المستشفيات والمراكز الخدمية ومنازل المواطنين وخلال اتصال هاتفي تلقاه من وزير الخارجيات السعودي فايصل بن فرحان أكد البرهان أهمية سماح الدعم السريع بإخلاء الجرحة وفتح مسارات تقديم المساعدات الإنسانية حتى يتحقق النجاح في مفاوضات جدة كما ثمن رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الجهود السعودية مؤكدا الثقة في منبر جدة بما يقود إلى سلام مستدام في السودان علن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطا عن تحقيق المشاورات الليبية توافقات هامة نحو تنظيم الانتخابات وخلال مؤتمر صحفي للجنة 6 plus 6 الليبية في العاصمة المغربية الرباط شدد بوريطا على أهمية أن يكون الحل ليبيا خالصا من خلال قواعد موضوعة وفق تصور ليبي كما أكد بوريطا أن دور الأمم المتحدة أساسي لمواكبة الحل الليبي والحفاظ على التوافقات يأتي ذلك فيما أفاد عضو بلجنة 6 plus 6 بالاتفاق على قانون انتخابات مجلس الأمة الذي يضم النواب والشيوخ بالإضافة إلى الاتفاق على قانون انتخاب رئيس الدولة بعد تجاوز كل النقاط الخلافية اجتمع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في قصر السلام بجدة وجرى خلال الاجتماع مناقشة العلاقات الثنائية وأوجه التعاون في مختلف المجالات وتطورات الأوضاع الإقليمية والدولية يأتي ذلك فيما قالت الخارجية الأمريكية إن الاجتماع الشهد أيضا مناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلانسكي إنه يتوقع حصول بلاده على عدد كبير من طائرات F-16 من عدد من الدول الغربية وأوضح زيلانسكي أنه من المستحيل الكشف عن كل التفاصيل لكنه أشار إلى عدم امتلاك أوكرانيا البنية التحتية اللازمة لخدمة الطائرات الغربية اتهم المنضوب الأوكراني الدائم لدى الأمم المتحدة سيرجي كيسليتسا روسيا بالمسؤولية عن تفجير سد نوفا كخفكا وقال كيسليتسا في كلمة أمام مجلس الأمن الدولي إن روسيا ردت على دعوات السلام بتفجير السد مشيرا إلى رغبة موسكو في اتباع سياسة الأرض المحروقة في أوكرانيا لافتا إلى أن انهيار السد يمثل تهديدا للسلامة النووية في محطة زابوريجا النووية من جانبه حمل المنضوب الروسي لدى الأمم المتحدة فسيلي نيبنزيا أوكرانيا المسؤولية عن تفجير سد نوفا كخفكا لتحقيق منافع عسكرية قال مسؤول أمريكي إن وزير الخارجي أنتني بلينكين سيزور الصين خلال الأسابيع المقبلة بعد أن تراجعت حدة التطور التوترات بين البلدين وأضاف المسؤول الأمريكي أن الزيارة المرتقبة لم يتم تحديد موعد لها حتى الآن كان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي قد أكد أن المحادثات التي أجراها عدد من المسؤولين الأمريكيين في بكين تطرقت إلى زيارات مستقبلية محتملة بين مسؤولي البلدين ورياضيا حقق فيوتشر فوزا صعبا وثمينا على ضيفه إمبي بهدف النظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد السلام في إطار الجولة الحادية والثلاثين من الدور الممتاز وسجل هدف فيوتشر اللاعب أحمد عاطف في الدقيقة الخامسة والخمسين ليرفع الفريق رصيده إلى سبع وخمسين نقطة في المركز الثالث بينما تجمد رصيد إمبي عند تسع وثلاثين نقطة في المركز التاسع انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل